تنظم وزارة الداخلية الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمدينة السويس لمشاهدة معالم المحافظة والمشاريع القومية بها وإتي ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف مبادرة جيل جديد إلى بناء أجيال من قاطين المناطق الحضرية الجديدة على حب الوطن والفخر بالإنجازات التي يزخر بها وثراء معالمه وتاريخه التي تحرص وزارة الداخلية على أن يتعرف عليها ويتباه بها بل ويسهم مستقبلا في مسيرة البناء والتنبية الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة استضافته السويس أرض الصمود والبطولات على مر التاريخ إحدى بوابات مصر الشرقية التي تفوح من رمالها دماء الشهداء وتتميز بتعدد الموانئ ووجود الصناعات البترولية وذلك في إطار مبادرة الجديد برعاية رئيس الجمهورية بعدما حققته المبادرة من نجاحات في مراحلها السابقة في تعريفهم بمعالم وإنجازات الوطن والتي تأتي استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في الاهتمام بهم والارتقاء بثقافتهم وتعمق الانتماء الوطني لديهم تم اصطحاب الشباب في جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة وفي مقدمتها النصب التذكاري الذي يخلي الذكرى الشهداء انطلقوا بعدها إلى ممشى أهل السويس بطبيعة الساحرة كأحد المقاصد الترفيهية لأهالي المدينة والتي أنشأتها الدولة حديثا في إطار تطويرها واستمتع الشباب بزيارة كورنيش قناة السويس والتي تخلى لها مشاهداتهم لإحدى النقاط التي عبر منها الجيش المصري وقام بتدمير خط برليف في انتصار أكتوبر العظيم منطية اللسان كانت إحدى نقاط العبور القوية اللي قواتنا المسلحة عبرت في خلال ساعات أربع خمس ساعات وعدتوا النحية التانية تحية كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة اللي هي بتحفظ مصر في كل وقت كما قاموا بزيارة المتحف الأثري بالسويس كأحد إنجازات على مر الأجيال التي سطرها المصريون بسواعدهم قديما وحديثا طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الأهدافها قدرت أنها توصل لمحافظات بصر وبنشكر جهود وزارة الداخلية في أنهم بيقدروا أنهم يعملوا تواصل ما بين الأولاد دول والأماكن الثقافية أنا شفت أثار بلدنا وحاجاتا ما كنتش عارفها وطوروا من تفكيري وأنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمني جد مبسوطة جدا لأن أعرفت معلومات كتيرة جدا عن المصر القديم وقاريتها بنفسي وكمان شرحونا واستفدنا معلومات كتيرة جدا تضمنت فعاليات الملتقى في شقه الثقافي توزيع قصة بعنوان أنت البطل والتي تؤكد على أن البطولة الحقيقية في نفع الإنسان لنفسه وأصدقائه وبلده وأسرته ونشر الطاقة الإيجابية والسعي لتحقيق الحلم وهذه القصة كانت محور نقاش وتفاعل في إحدى المحاضرات أي حلم كان بدايته فكرة وانت كنت الفكرة فكرة البلد تكبر عشان كده خدناك في كل الملتقيات والنهار ده بنكمل ده وبنفرقك على المشاريع القومية المشروعات القومية اللي بتقابلنا المشروعات دي بتاعتك انت اللي هيحافظ عليها كصة دي علمتني اللي لازم أن يبقى عندي هدف ولو ما عنديش هدف أحلم وأسعى واكتهد لغاية لما أوصل لحلمي كصة دي كمان علمتني أنه ما كانت المشاكل أو الصعوبات اللي هتواجهني في تحقيق الهدف لازم أتجنبها وتخطاها عشان أوصل لهدفي وهي دي البطولة الحقيقة حرصت وزارة الداخلية على استحاب هؤلاء الشباب إلى مبنى الهيئة الاقتصادية للعين السخنة حيث تم تعرفهم بالإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الجاذب لهذه الاستثمارات يا حمو يبنوا اليوم الثين وليك يا مصر ردود دي اسم إبراهيم حسن إبراهيم من حقيقة أهلنا واحد وعايز أعرف إن تشمعنا اخترتوا المنطقة دي بالذات عشان تبنوا فيها هذه المصانع قناة السويس دي قلنا بيعدي منها كل سنة قد إيه 26 ألف سفينة هل نسيبهم يعدوا خلاص؟ ولا نعمل مصانع في المنطقة اللي حوالين قناة السويس وننميها بدل ما هي صحرة ونعمل استثمارات ونشغل الناس ونجيب دخل أجنبي من برة ويبعا فيها عندنا صادرات أكتر من الواردات الكلام ده متوفر عندنا في المنطقة الاقتصادية إن إحنا منطقة بقاعتنا 455 كم مربع عندنا من أول من السخنة لحد برسعين كل قناة السويس في حضن الهيئة الاقتصادية اللي شفناها النهاردة عرفنا قد إيه إن كان مهم إن يكون عندنا قناة السويس الجديدة تضمنت فعاليات الملتقة جولة للطلائع داخل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية تيدا مصر وهي نموذج للتعاون المشترك بين البلدين في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات أشكر كثير للوزارة الداخلية يعطينا الفرصة لتعريف المنطقة تيدا لشباب المصرية يعني منطقة تيدا تعاوني هو نموذج تعاوني بين هومنتين حكومة السينية ومصر ولأن المنطقة لديها إمكانات تصناعية واقتصادية وعدة وبها العديد من الصناعات فقد قام الشباب بجولة داخل مصنع جوشي مصر للألياف الزجاجية والتي تجسد آليات توطين الصناع ونقل التكنولوجيا التي تحرص عليها مصر نشكر وزارة الداخلية والستاد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه تنظيم هذه الزيارة لنا وده بيتيح الفرصة للأفراد مهنا كان أعمارهم مختلفة أنهم يعرفوا مدى التطور التكنولوجي والصناعي اللي وصلت له الدولة حاليا شوفنا شركات كبيرة وشوفنا شركات مصانع تفيد مصر وتفيدك اقتصاد بعد مصر وبجد إحنا فخورين جدا اللي إحنا يعني لينا وفيه شرب كبير اللي إحنا في مصر في حاجات كده وجولة أخرى بمصنع مايديا إيجيبت وهي مشروعات قومية لتعريف هذه الأجيال بما تتمتع به مصر من إمكانات تصنعية كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني لما تشوف أبطل حال فيك يحموا يبنوا يوم كتير وليك يا مصر يردوا الدين فخور جدا إن إحنا بدأنا نسد الفجوة ما بين أسئلة الشباب اليومين دول والأطفال البلد بتعمل إيه وما بين إن إحنا نجيبهم على أرض الواقع يشوفوا زي ما عبرنا عشان نحفز على الأرض عبرنا كمان عبور اقتصادي عشان بلدنا دي هتبقى في حتة تانية وشملت الجولة منطقة مبنى موانئ دبي العالمية داخل ميناء العين السخنة حيث قاموا بجولة داخل الميناء لتعرف على طبيعة عمله وأهميات الاقتصادية والذي يمثل انعكاسا للمناخ الجاذب للإستثمار الذي تنعم به مصر اللي بيحصل النهاردة في مصر شيء يعني جديد من نوعه إحنا ما بقناش بس بنبني حجر ولا صخر ولا مباني إحنا بنبني بناء أدمين وبنبدأ من الطفل التربية الصحة والتعليم الصحة هو اللي بيطلع أصص صحيحة ودولة صحيحة نشكر مبادرة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة والراعة لتكوين الشباب مبادرة جيل جديد والحمد لله إحنا في مواند بي حبينا الفكرة هاي والدعم من رئيس المجموعة الأخ سلطان بن سليم أن نطور الشباب وكيف نقدر نتعاون مع المبادرة هاي ونطور الشباب يكونون إن شاء الله جيل قوي وحاضر يبني مستقبل مصر في المستقبل القديم كما تم تنظيم حاضرة لهم لشرح أبعاد عمل الميناء ودوره المهم في تدول حركة الحاويات والبضائع وخلال فيديو موجه من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية أسنع على المبادرة التي تعد استثمارا في شباب مصر كما عبر عن فخر المجموعة بالتعاون مع مصر ودعمها لتكون مركزا للتصنيع بالمنطقة أتقدم جزيز الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه ورعاية الكريمة لمبادرة كلنا واحد وإلى وزارة الداخلية على هذه الدعوة الطيبة ويصعدني أعلن اليوم أننا سنقدم منحا دراسية جامعية لأفضل عشر طلاب من أبناء المبادرات الجديدة جيل جديد ومن خلال هذه المنحة الدراسية ستقوم مجموعة موانئ دبي العالمية برعاية هؤلاء الطلاب في الجامعة والتسويل بالفرص التدريبية بعد تخرجهم باسمي وباسم زملائي في مبادرة جيل جديد أتوجه بالشكر لحضراتكم على هفاوة الاستقبال اليوم للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية بالرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإن شاء الله نكون كلنا واحد في جيل جديد وتم توزيع هداية تذكارية من المجموعة على الشباب أنا كل مرة ببقى حارسي أن أشارك في المبادرة لأن بشوف فيها مصانع ضخمة وطرق وكباري المرة في السويس أنا شفت مصانع وشفت موانئ وشفت شركات بتقولي أن مصر يبقى لها مستقبل كبير وإحنا يبقى لنا دور في المستقبل ده وإن شاء الله نحافظ عليه على همش الملطقة تم تنظيم محاضرات تثقفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية التي قاموا بزيارتها وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذه الإنجازات إيه أهمية المشروعات القومية التي نشوفها في مصر؟ الدولة المصرية بتكتب بحروف من دهب قصة نجاح المشروعات القومية التي ستنقل الدولة من مكان لمكان إن شاء الله أكبر وأكبر وتبقى مصر أم الدنيا وأد الدنيا بيشوفوا إنجاز بلادهم في التاريخ وبيشوفوا إنجاز بلادهم في الحقيقة العصر اللي هم عايشين فيه لأن هم حيشيلوا مسؤولية حماية الإنجازات دي في ختام الملتقى تم تنظيم حفلة ترفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضرية الجديدة عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي ولدك وناسك تهب يا بلدنا راملك وطيمك تهب يا بلدنا عينبك وبلحك تهب يا بلدنا أمرك وشمسك تهب يا بلدنا عينبك وبلحك تهب يا بلدنا اشتركوا في القناة